موسيقى في ديسمبر عام 1948 شهد العالم موصف بحدث تاريخي إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 30 مادة محورت حول سبل ضمان كرامة الإنسان وأمنه وحريته معكم في سلسلة حلقات من حق نرصب واقع هذه الحقوق بعد نحو 70 عاما من أقرارها وكيف أن الملايين بل عشرات وربما مئات الملايين لا يعرفون منها إلا حق التنفس في حلقة اليوم نبحث حق الشعوب في العدالة الدولية حيث كشفت أزمة أوكرانيا أن هناك دولا وشعوبا يبدو أنها تستحق المساواة أكثر من شعوب أخرى وهناك أزمات يسرع الغرب لتشكيل جبهات موحدة لحلها بينما يظهر التراخي ويغض الطرفة عندما تتعرض له دول العالم النامي من صراعات وأزمات أهلا بكم ميزان عدالة الغرب المائل يتحرك عند الأزمات بالدول الكبرى والشعوب التي يقولون أنها تشبههم ويختفي عندما يتعلق الأمر بالشعوب الأخرى تأسست الأمم المتحدة لهدف رئيسي هو نشر السلام والعدل وحماية الأجهال القادمة من ويلات الحروب لكن يوما بعد آخر يزداد شعور الدول النامية والفقيرة بأن القيم الإنسانية تعلو فقط عندما يتعلق الأمر بالدول الكبرى أو بالشعوب التي يقولون أنها تشبههم وبينما تقدم إحصائيات الغرب صورة وردية عن التقدم العلمي والتكنولوجي فعلى الطرف الآخر من العالم يموت طفل كل عشر ثوان لأنه لا يستطيع أن يجد قطعة خبز أو رشفة ماء ولعلى هذا ما دفع رئيس التركي رجب طيب أردغان ليتساءل عن سبب تراجع ثقة شعوب العالم الثالث في المنظمات الدولية ويتساءل ألم يكن ممكن أن تختفي الكثير من مشكلات العالم لو تعامل الغرب معها كطريقة تعامله مع أزمة أوكرانيا ونرحب بضيفتنا لنبدأ معها هذا النقاش تنضم إلينا مديرة المكتب الإقليمي لأوروبا الشرقية وأسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية السيدة ماري سروذرز أهلا وسهلا بك سيدة ماري يعني دعيني أبدأ معك بدور منظمة العفو الدولية التي مضى تقريبا نصف قرن على تأسيسها على مدى العقود الخمسة الماضية أي مناطق أي بلدان أي بقعة جغرافية تمكنت المنظمة فعلا من تحقيق ما أنشئت لأجله فيها الحقيقة المنظمة العفو الدولية تم إنشاؤها قبل 25 عام من أجل لكي تمنع تطبيق حكومة العدام في كثير من بلدان وهذا الأمر قد تحقق في كثير من البلدان العالم التي ألغت عقوبة العدام وهذا بفضل جهود منظمة العفو الدولية وكذلك تركز في عملها على المعتقلين تعسفيا في كثير من بلدان وكذلك لضمان حرية التعبير ونسميهم بسجناء الضمير بالإضافة إلى قضايا أخرى متصلة بحقوق الإنسان اللاجئون والمعتقلون وتعديل الأنظمة القضائية أعتقد أن أفضل إنجازاتنا في هذا الصدد هي إلغاء حقوبة الإعدام في كثير من البلدان وكذلك إجباره وسعي لإجبار بعض الدول لتوقيعه على الاتفاقية الدولية وكذلك في مجال أيضا العنف الجنسي طيب يعني من ضمن التقارير التي توثقونها هي كما ذكرت تقارير الانتهاكات حقوق الإنسان سواء السجناء الأطفال التعذيب الأعدام ربما لا يشمل عقوبة الأعدام التي تنفذ فقط بشكل تقليدي وإنما الأعدامات أيضا التي تشهدها الحروب من هنا سألتك مقارنة بميزان الصراعات التي تشهدها المناطق على مختلف دول العالم أي دول تحديدا إذا ما قرنناها بالشرق الأوسط كيف تحققت الإنجازات هل تمكنتم من تحقيق في الشرق الأوسط ما تمكنتم من تحقيقه في بلدان أخرى تصنف أكثر تقدما؟ الحقيقة أريد أن تحدث عن عملنا الذي نقوم به في منطقة أوكراني حاليا وتحدث كذلك أيضا عن سوريا وجهودنا فيها الحقيقة عملنا على الانتهاكات التي تم ارتكابها من كل الأطراف في سوريا وخاصة من الجانب الروسية ولكن للأسف نعلم من خلال الجهد الذي وثقنا أن هناك هجمات تعسفية من قبل القوات الروسية ضد المدنيين السوريين والتي هي انتهاك للقانون الحقوق الإنسان الدولي وهذه هي الأولويات في أي صراع عسكري وهو ضمان السلامة المدنيين هذا ما نسعى إليه في سوريا وكذلك في باقي البلدان وما قمت به روسيا هو حقيقة أنها هجمت وقصفت المرافق المدنية والمدارس والمشافي وكذلك نشاهد الآن في أوكرانيا هذا الأمر يتكرر ما يحدث في أوكرانيا متكرر لما حدث في سوريا هجمات على المرافق الحيوية والهدفات والأهداف المدنية سواء كان في المدن أو في المناطق الريفية حتى أستطيع أن أعطيكم هنا قصة حدثت في الأسبوع الماضي عندما حدث هجوم روسي على أحد الروضات رياض الأطفال وجرح كثير من الأطفال ولذلك نشاهد أن هناك ندعو جميع الأطراف أن تحمي المدنيين في أي نوع من النزاع سواء كان هذا في سوريا أو في أوكرانيا وفي كل أنحاء العالم سأعود إليك إلى هذه المقارنة التي تفضلت بها حضرتك سيدة ماري ولكن قبل دعيني أرحب بضيفنا ينضم إلينا من الدوحة الأكاديمية والباحث في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور الحواستقية أهلا وسهلا بك دكتور الولايات المتحدة منذ إدارة جيمي كارتر في السبعينات ربطت سياستها الخارجية بملف حقوق الإنسان والديمقراطية إذن لماذا يجنح العالم أكثر باتجاه العنف؟ العالم ينحو أكثر باتجاه العنف لأن هناك أشياء هيكلية في العلاقات الدولية أن الدول تنحو إلى مراكمة معاظمة قوتها لأسباب حتى تحصل على الأمن المطلق لأنها تعتقد بأنها كلما زادت قوة كلما كان ذلك رادعا لغيرها وكلما ذلك زياد في أمنها لأن قوتها الفائقة تجعل التفكير في مهاجمتها بعيدا ومستحيلا فهذا يعطيها الأمن فالدول تسعى إلى الأمن المطلق لذلك تراكم ولكن هي لما تزيد في قوتها هي تخيف الآخرين فيرفعون كذلك هم من قوتهم لأنهم يقولون بأنها إذا زادت من قوتها هذا قد يجعلها تفكر بأنها قد تغزونا أو قد تجعلنا تابعين لها فلابد لحماية أنفسنا من أن نقوي أنفسنا أيضا وهذا ما يسمى بمعضلة الأمن أي أن البحث عن الأمن المطلق هو يجعل الجميع غير آمن لأن هذا يدخل الجميع في منافسة في زيادة قدراتهم فهذا شيء هيكلي في العلاقات الدولية لأن الدول لا تثق في نوايا بعضها البعض وإنما تعتقد بأن الأفضل لها هو أن تكون الأقوى وأن يكون الباقون ضعافا لا يفكرون في مهاجمتها خشية من العقاب الذي سيحصل لهم وهنا أين يتموضع مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ أين يتموضع مسألة ربط هذه السياسات بالديمقراطية وحقوق الإنسان في كل دولة تشهد صراعات؟ هو هذه الغرب لأنه من الخطابات لأن الغرب ويستمد شرعيته من عدة ثورات من فئة الثورة الفرنسية التي هي أسست لحقوق الإنسان فهذه نتيجة دينامية الداخلية غربية ثم بعد ذلك المواثيق الدولية استندت إلى هذه المواثيق الغربية لن نفرق بين حقوق الإنسان وبين حقوق الدول والجماعات حقوق الإنسان كأفراد حرية في التعبير والحرية في المعتقد وغيرها والحرية في الاختيار والمشاركة السياسية هذه نتيجة دينامية الداخلية غربية وبعد ذلك الغرب أسس عليها شرعيته ثم بعد ذلك هو من مرات يستعملها كذلك كأدوات جيو بوليتيكية هي من أجل الضغط على الدول الأخرى مثل ما تستعملها الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على خصومها مرة تستعملها في مواجهة الصين ولكنها تمتني عن استعمالها مع الدول الحليفة يعني مثلا الولايات المتحدة الأمريكية كان تمتني عن استعمالها في مواجهة نظام الأبرتايد أو في مواجهة إسرائيل سنعود إلى ذلك دكتور مع أنها تنتهك الحقين حق الإنسان الفلسطيني وحق الدولة الفلسطينية سنعود إلى ذلك لنتوسع فيه أكثر معك ولكن بما أن وقتنا محدود مع سيدة ماري سروذرز سأعود إليها سيدة ماري فقط لنفهم عملكم كمنظمات حقوقية ومنظمة العفو الدولية أنتم توثقون التقارير لانتهاكات التي تحصل في بلدان الصراعات وترفعونها إلى الأمم المتحدة لتتحرك وعلى أثرها تتحرك الجنائية الدولية هذا صحيح؟ بالضبط هذا صحيح منظمة العفو الدولية هي حركة حقوق إنسان عالمية وهي من أكبر الحركة لدينا أكثر من عشر ملايين شخص يدعمنا حول العالم والذين يدعمون ويتبرعون بالنسبة لينا من أجل حماية حقوق الإنسان ولذلك نحن نجرب مجتمعا عالميا على الطاولة وهم واطنون من كل عظيم سألتك ذلك لأعود معك إلى المقارنة التي تفضلت بها في مطلع حديثنا عندما توثقون على مدار ثماني أو تسع سنوات من التدخل الروسي في سوريا الانتهاكات التي ربما تعتبر النموذج الأمثل لكل أنواع الانتهاكات التي حصلت وتتكرر الكائن الآن في أوكرانيا سواء من استهداف المستشفيات الأسلحة المحرمة دوليا حتى باعتراف الروس أنفسهم بأن الأسلحة التي اختبرت في سوريا تستخدم الآن في أوكرانيا إذن كيف نفسر الصنط الذي قُبلت به السنوات التسعة الماضية في سوريا والتحرك السريع أو إبداء الاستعداد للتحرك السريع للجنائية الدولية الآن لتحقيق في جرائم حرب في أوكرانيا الحقيقة من الصعب بالنسبة لي أن أصف هذا الفرق نحن في حالتنا نحن كمنظمة حقوق الإنسان نبدل قصارى جهدنا من أجل توثيق الانتهاكات التي تحدث وثقنا هذا في سوريا ونحاول أن نضع هذه أمام المنظمات الدولية وأستطيع أن أقول هنا في هذا الصدد المقارنة المقارنة ما بين الحالة السورية والحالة الأوكرانية هناك هناك الكثير من الدول الأعضاء التي طالبت منظمة المحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق ومقاضات جرائم حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في سوريا وحدثت في أوكرانيا الآن ما حدث في كل الحالتين أنه لدينا أدلة وبراهين تم جمعها من أجل وضعها في التحقيق الجنائي الموضوع هو معقد نوعا ما من أجل من أجل أن نجلب القادة السياسيين وتأخذ قرارا في هذا الصدد الذي هو مستبعد في الحالة لأن هنا تعامل مع الرئيس بوتين وبوتين وليس هو عضو في ميثاق روما من أجل أن يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية وهنا يظهر التعقيد في هذه القضية وهنا ما بذله المجتمع الدولي من أجل وصوله للعدالة في حالة سوريا وفي حالة أوكرانيا وهنا يتم استعمال القوانين الدولية القوانين القضائية الدولية من أجل جلب هؤلاء المتسببين بهذه الجرائم سواء كانوا من الرتب العسكرية أو من غيرهم من أجل أن يتم مقاضاتهم في محكمة الجنائية والسياة سيدة ماري أفهم بأنك ربما لا ترغبين كثيرا في الخوض من المنظور السياسي وأفهم ذلك كونك حقوقية ولكن فقط لنحاول أن نشرح للمشاهدين هذه التقارير التي تعملون بجهد عليها كيف تصطدمون كمنظمات دولية وأنتم مفروض يعني الرعاة لكم هم مجلس الأمن الأمم المتحدة هذه المؤسسات الأنشئة لحفظ العدالة الاجتماعية كيف تصطدمون بالمطبات السياسية بتسييس الملفات النزاعات وبالتالي يقف عملكم عند حدود معينة في كثير من الدول أستطيع القول هنا في هذا المجال نحن ندعو هذا الهجوم على أوكرانيا على أنه جريمة يجب أن يتم مقاضاة المتسببين فيها في محكمة الجنائية الدولية والحقيقة الوضع هو صعب جدا أن يكون لديك روسيا على أنها عضوا دائما في مجلس الأمن وتمنع القرارات لإيقاف الوضع في أوكرانيا وأستطيع أن أقول نحن أن نحاول أن نحشد الطاقة من عشر ملايين داعم لنا من أجل أن ندعو القادة السياسية حول العالم من أجل واجتناب ما يحدث من تأخير لمقاضات الوضع وانتهاكات التي تتحقد في أوكرانيا لأن روسيا تمنع هذه القرارات في مجلس الأمن ولكن نحن نبدل جهود في جوانب الأخرى في جمعية العامة وغيرها من أجل إدانة روسيا هذا ما نفعله من أحد الجانب الأول والجانب الأخرى كذلك لدينا داعمنا حول العالم الذين يعملون مع وزارات الخارجية في مختلف حكومة العالم من أجل ندعونهم من أجل أن يتخذوا كل الإجراءة الضرورية من أجل تحقيق التحشيد العالمي من أجل إيقاف هذه الهجمة الروسية نحن ندعو جميع الحكومات حول العالم وهذا الأمر يلطبط كذلك بالحالة سوريا من أجل أن يحترموا أدوارهم وواجباتهم أمام القانون الإنساني الدولي وأن يدافعوا عن حقوق الناس من أجل توفير الحماية لكل شخص يهرب من هذه النزاعات في أوكرانيا أو في سوريا بناء على أدبيات المحكمة المتحدة It's clear أنا أشكرك جزيلا أن مديرة المكتب الأقليمي لأوروبا الشرقية وأسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية ماري سروذرز وقبل أن أتابع مع ضيفنا من الدوحة مشاهدين نتوقف مع ما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 من أن جميع الناس لهم الحقوق والحريات دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أما مثاق الأمم المتحدة فيشدد على ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي بالوسائل السلمية ويدعو لتطوير العلاقات بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق كما يؤكد على نبذ استخدام القوة وتعزيز احترام الحريات الأساسية لكل الشعوب دون أي تمييز وهذه عينة نتابعها من رأي الشارع في بعض الدول العربية حول ازدواجية الدول الكبرى في التعامل مع الأزمات الدولية طبعا النظام العالمي ياما نحن بحاجة نظام عالمي جديد أو بده إعادة يعني صياغة القوانين الدولية وتفعيلها على الأرض لا فرق بين ذوي العيون الزرقاء والخضراء ولا فرق بين العيون البنية الإنسان واحد في كل العالم بالنسبة للقوى العالمين المصالحة فوق أهم من كل شي يعني عندها استداد تسوي حروب بين السنة والشيعة المسلمين أو المسيحيين الروم الأرثوذوكس والكاثوليك في سبيل المصالح العالمي يعني عندهم المصالح أهم من كل شي اختلاف الثقافة اختلاف الحالات الاجتماعية اختلاف الحالة الاقتصادية اختلاف الدين يعني أول شيء تقول اختلاف الدين ماشي هم شعب الله المختار انت ما طولك عرب وما طولك انت مسلم خلص انت بالهامش يعني انت خلي نقول البديل ماشي انت عندك رأس حربة هم الدول الأوروبية وجماعتهم دولة ربحهم اوكي من يوقعون اكو من يشيلهم اكو من يلزمهم انت لك هناك مسلم اوكي ولك هناك عربي عندك هاي القومية اوكي انت خلص انت اليوم انت مو يانا انت اخر شي لو اجي ويك لو ما اجي انا براي هذا الامر ايه علاقة بالبروباجندا اللي اطلقها العالم الغربي عن الاسلام بالدرجة الاولى تمام وانا كشخص هدن بيتي في حرب 2014 من الاحتلال الاسرائيلي في بداية الحرب بين روسيا ووكرانيا كنت جدا منزعج من الازدواجية اللي اتعامل فيها الغرب مع الازمة الروسية الاوكرانية مقابل تعامله اثناء العدوان الاسرائيلي سواء في حرب 2014 او 2021 بصراحة احنا كشعب غزي ما بدنا شيء كبير احنا بنتمنى للشعب الروسي والشعب الاوكراني انوا معيشوا بسلام ولكن احنا نطالب بالتعامل بمساواة احنا لو نظرنا اليوم على نظرة العالم والوطن العربي تمام لاتجاه القضية الفلسطينية وقرارات مجلس الامن تمام منذ عام 1948 وعند عام 1922 حصبة الامم بتلاقيها قرارات غير عادلة وقرارات عبارة عن حبر على ورق غير تطبق وعود لمتابعة النقاش مع ضيفي من الدوحة سيد الحواس تقية يعني استمعنا الى عينة من ما يشكوها الشارع العربي منظمة العفو الدولية كما تفضلت قبل قليل لا تخفي الاستضامات او المطبات السياسية التي يواجهها عمل هؤلاء النظامات لنفهم نظرة الغرب تجاه هذه المنطقة هل هي فقط حسابات سياسية ام العوامل الدينية ايضا تأخذ نصيبها عند تحديد رغبة الغرب بالتدخل من عدمه هو يوجد الامران يوجد الجانب السياسي والجانب الديني هي كل ما يتعلق بالاختلافات واحد الذين سألتموهم ذكر الكلمة السر في هذا الكيل بمكيالين هي الاختلافات هناك دول ترى بأنها افضل من الاخرى وهذا يعبر عنه الدول الخمس الكبار التي لا حق الفيطو دون بقية الدول لأنها تعتقد بأنها فوق القانون الدولي أنها تستطيع أن تفعل أشياء لكنها تمنح عن الآخرين مثل الولايات المتحدة الأمريكية ترفض أن يحاكم جنودها ومواطنوها أمام القضاء الدولي وتقول الصلاحية الوحيدة لمحاكمتهم وللقضاء الأمريكي فهي المشكلة في التفاوت لكن التفاوت السياسي والاختلاف السياسي هناك أمريكي وهناك تركي وهناك سوري هذه الاختلافات هي التي تجعل بعض الناس لهم حقوق أكثر من البقية من بقية الناس الجانب الديني كذلك وارد ونحن نسمعه الآن بصوت مرتفع في القيادات أو المترشحون الشعبويون في أوروبا لما يتحدثون عن أوروبا فهم يقولون بالأوروبا مسيحية مثلا يتحدثون عن تركيا وعن الفرق أن تركيا أرادت أن تكون جزءا من أوروبا وطرحت ترشحها لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ سنوات ولكنها ظلت مرفوضة في حين الآن أوكرانيا سريعا وافقوا على مناقشة عضويتها وهم يقولون بأن الاختلاف هو ديني بأن هؤلاء مثلنا يعني هم أوروبيون لماذا هم أوروبيون؟ لأنهم يدينون بنفس الدين المسيحي أما تركيا فهي مسلمة فالخوف من الاختلاف الذي يجعل أحد له حقوق تختلف عن الآخر وهو التمايز والاختلاف الديني فالاختلافات السياسية والدينية واللغوية وغيرها هي التي تجعل الحقوق مختلفة ولا تجعل الناس متساوين واضح هنا رئيس أردوغان قال بأنه بحاجة إلى إصلاح النظام العالمي وأنه جملته التي يرددها دائما العالم أكبر من الدول الخمس الكبار اليوم حرب أوكرانيا وكل ما تثير حول ترسيم الحدود من جديد وإعادة ربما تموضع موازين القوى هل هذا الإصلاح أو إصلاح النظام أو إصلاح المؤسسات الدولية يمكن أن يؤثر بشكل أو بآخر في المنطقة العربية ومن سيقوم بذلك إذا كانت هذه الدول الخمس الكبار هي التي تتحكم بالنزاعات على مستوى العالم التقسيم الحالي أو البنية الحالية للنظام الدولي أن هناك خمس كبار هذا موروث من الحرب العالمية الثانية لما كان هؤلاء هم الكبار في ذلك الوقت أو هم المنتصرون في ذلك الوقت ولكن العالم تغير وصارت هناك قوة صاعدة بما فيها أو قوة عائدة لأن تركيا ليست قوة جديدة تركيا هي وريثة إمبراطورية عثمانية فهي من القوة العائدة وليست من القوة الصاعدة مثل الصين الصين قوة عائدة وليست قوة صاعدة لأن الصين كانت من قبل كذلك إمبراطورية فهذه قوة عائدة هذه القوة العائدة تعتقد بأنها الآن لها الحق كذلك أن تكون لها كلمة في شؤون العالم لأنها باتت كذلك هي الآن تمتلك حصة ونصيبا من القوة يجعلها قادرة على منع أشياء وقادرة على فعل أشياء فلذلك يتطالب الآن بأن يسمع صوتها وأن تأخذ كذلك آراءها ومصالحها في الحسبان وتركيا هي الآن جزء من هذا التحول الجاري حاليا في العالم اللي كذلك موجودة فيه طيب وهذه القوة العائدة أو التي برزت يعني بعد الحرب العالمية الثانية ما بحاجة إلى ماذا لحتى بالفعل يصار إلى إصلاح النظام أو إعادة تأسيس نظام عالمي ربما أكثر توازنا ونتمنى أن لا تحدث حرب أخرى كبيرة عالمية ويخرج منتصرون جدد لأن تقريبا هذا هو الذي حدث في التاريخ أن تنظيم العالم عادة أو إعادة تنظيمه على أسس جديدة وتحدث حروب هائلة بعد ذلك يخرج منتصرون من هذه الحرب وهم الذين بعد ذلك يحددون قواعد سير هذا النظام نتمنى أن لا تحدث حرب عالمية ثالثة والقوة التي كانت سائدة تصير هي المنهزمة وتطلع قوة جديدة تصير هي القوة المنتصرة وهي التي تفرض بعد ذلك قواعد النظام نتمنى أن في هذه الفترة أو هذه المرحلة القادمة أن العالم أو القوة السائدة القوة المتحكمة الآن في قواعد سير النظام الدولي وقوة الخمسة الكبار أنها تنتبه إلى أن هناك قوة صاعدة وليست راضية على القواعد التي تسير نظام العالم وأنها تقبل بإحداث الإصلاحات التي طالما تحدثوا عنها ولكن طالما أجلوها أن يحدث التغيير بطريقة سلمية وبطريقة إصلاحية وأن القوة هذه الصاعدة بما فيها تركيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والهن شكرا وغيرها من القوة الصاعدة حتى بما فيها ألمانيا هذه لابد أن تلتحق بهذه القوة وضحت الفكرة سيد الحواستقية وأخبر منك انتهى الوقت أشكرك جزيلا الأكاديمية والباحث في مركز الجزيرة للدراسات الحواستقية إلى هنا تنتهي هذه الحلقة ونلتقي في حلقة جديدة الأسبوع المقبل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر